في هذا المكان يركض مؤلف النشيد الوطني لبناني رشيد نخلي ففي عهد الرئيس شهر الحلو عام 1966 أهدى الشعب اللبناني هذا المركز لمؤلف نشيده لكنه أهمل بسبب الحرب واليوم يعود لينفض عنه غبار الإهمال معلناً انطلاقة مهرجانات شوف لبنان بالباروك روحه كانت تجمع جميع اللبنانيين من جميع الطوائف إعادة تأهيل الضريح هو نقطة أساسية لنقطة ثقافية نقطة سياسية نقطة إجتماعية ونقطة سياحية لمنطقة الباروك ولمنطقة الشوف المهرجانات تنطلق في 28 أب مع افتتاح مركز رشيد نخلي الوطني مروراً بزيارة المواقع الأثرية والدينية والتاريخية وصولاً إلى محمية أرز الشوف أنشأنا درب البروك لفريديس الوطني اللي هو ينطلق من مركز رشيد نخلي الثقافي الوطني مروراً ببعض الأماكن الأثرية قصم منهم بيعود للعصر العثماني عندنا وصولاً إلى العصر الروماني معصرة ومطحنة وطبعاً عندنا السياحة الدينية اللي كماناً منحب نبدلش ندوع عليها منهم مقام سيدنا الشيخ الجليل أبو حسن عارف حلاوي عندنا كنائس قديمة جداً تعود إلى مئات سنين فكماناً نحن بتصور عم نبلش نبرز هذا الوجه الحضاري والوجه الثقافي والوطني نبع البروك المشهور بمياهه العذبة والمطاعم المحيطة به على موعد مع السياح واللبنانيين لقضاء أجمل الأوقات في ضيافة الطبيعة الخلابة في المنطقة عندنا سهرة فنية ترابية مع جزافة عطية بالليلة زيتها تنهار عندنا كماناً سبت كمان زيت الشي سهرات مع موسيقيين وفناني الجبل أهم شيء أنه عبنين كماناً مشي على الدرب تحت ضو الأمر مع جتار ومع العالم تمشي وبتمشد هيك أغاني اللبنانية القديمة بدي ضيف شغلة أنه هذا المشروع وهذا المهرجين مجانة المدعوين الكل يشرفونها صيف لبنان وزحمة المهرجانات على الرغم من الأحداث السلبية هي أكبر برهان أن شعب لبنان لا ييأس وإرادة الحياة عنده أقوى من الموت والاستسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر